السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو السابق اتعلمنا ازاي نرسم الشبابيك في المشروع في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم سلم المدخل بتاع المشروع بتاعنا قبل ما نبتدي نرسم السلم لازم نفهم السلم الاول عبارة عن ايه وبتكون من ايه لو بصينا في القطاع اللي قدامنا ده هنلاقي ان السلم ده قطاع في سلم هنلاقي عبارة عن ايمة ودي بتبقى في حدود خمس سجير سنتي وهنلاقي عبارة عن نويز او انف ودي بتبقى عبارة عن في حدود اربعة سنتي بتبقى مرفرفة كده عن الايمة لان ديرو خامة بتركب على السلم الخرصان وهنلاقي عبارة عن نايمة اللي هو الجزء الافق ده ودي بتبقى في حدود تلاتين سنتي طيب تعالوا نشوف بنمثل الكلام ده في المسقط الافقي ازاي هنلاقي ان اول حاجة عندي بيبقى الخط ده اللي هو بتاع الان وده بيبقى خط صلت يعني في المسقط ابتدي ارسمه خط صلت تمام ثم بعد ذلك بابتدي ارسم نهاية اللي هو نهاية النايمة اللي هو الجزء ده اللي هو بتاع الان في التاني برضو هيبقى خط صلت بهذه الطريقة يبقى كده احنا معانا خطين صلت تمام طيب الجزء ده بتاع الايمة بمثله ازاي في السلم الجزء ده لو جيت بصيت في هذا الاتجاه هلاقي نفسي ان انا مش شايفه هلاقي نفسي ان انا مش شايفه فبالتالي جزء الايمة ده بمثله في المسقط بخط داش ارسمه كده بهذه الطريقة وبعد كده احول هذا الخط لخط داش بهذه الطريقة لخط داش وابتدي اقرر نفس الكلام يعني برضو خلاص انا عندي الان فهو رسمته الايمة التانية ابتدي برضو خط داش لو خدتكم من هنا ل هنا كده يبقى السلم بيتكون معايا من هذه العناصر كده احنا فهمنا السلم بيتكون من ايه تعالوا نرسم الكلام ده في السلم بتاعنا هنبتدي في البداية احنا السلم هيطلع في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه عشان اوصل للمنصوب ده فبالتالي هبتدي ارسم اول حاجة هعملها ان انا هخش على ليار برو بارتز وابتدي اعمل ليار وسميها سلم وليكن السلم وابتدي برضو اديها لون وليكن اللون الاخضر او اي لون تاني اللون ما جدا اوكي وبعد كده اعمل ليار تانية وسميها سلم داش اللي هو الايمة بتاعت السلم وبرضو هديها اسم وابتدي هديها لون هزيد الطريقة اوكي ثم بعد ذلك افعل اللير بتاعت السولد دبل كليك عليها وكانسل هذا المربع وابتدي اضغط على عمر لاين وابتدي انا هرسم السلم يبدأ من هنا معايا سبحشبه تنقي وقتدي ارسم خط أفوق بücke هذه الطريقة ثم ثم په underworld وابتدي ارسم criticizing في الاتجاه السلم ثم بعد ذلك اضغط اسم الوضع ثم بعد ذلك اخو من هذا الخط افسي الثلاثين كش ارسم الدرجة التانية او بداية ان في الدرجة التانية يبقى اضغط او انتر بوينت تلاتة انتر افسد من الخط ده وافسد من الخط ده ما تشغلش بالك بالخطوط الزيالة دلوقتي ثم او انتر تاني تلاتين تاني عشان ارسم الدرجة التالتة بهذه الطريقة الدرجة الرابعة بهذه الطريقة ثم اضغط امر فلت واقول له خد لي الخط ده مع الخط ده انتر عشان ارجع على الامر تاني الخط ده مع الخط ده انتر الخط ده مع الخط ده كده انا رسمت الانف بتاع السلم عايز ابتدي ارسم الخط اللي بيمثل الايمة اللي هو الخط ده ده قلنا هترسم دهش لان انا مش شايفة لما وبص بهذه البتاية انا مش بشوفه فبالتالي برسمه دهش هخش على اللير اختار من هنا اللير اللي هي خاصة بالنويز واللي يكون دي وابتدي او انتر بويت زيرو اربعة انتر اربعة سنطر على بعد ازا اربعة سنطر واضغط من هنا من هنا وافست من هنا وابتدي طبعا المفروض احنا كنت نزبط ان اللير داش هنزبطها بعد كده ان شاء الله ثم بعد ذلك اخد ده مع ده وابتدي اختارهم واحطهم في اللير الخاصة بالداش اللي هو اللير دي تمام بعد ما خلصت ان انا ارسمت اول ايمة معايا ابتدي اخش على اللير تانية واشوف اللير اللي انا برسم فيها الايمة واللي يكون دي اخش على نوع الخط ابتدي من هنا اختار داش انا عندي وعندي داش اختار داش اوكي ثم اكنسل هذا المربح الاقي ان الخط اترسم معايا داش ام اي من الكبورد اقول له خد لي ماتش من ده لده عشان يبقى شباب كده انا رسمت خط الايمة وخط الانف عايز اكرر نفس الكلام مع بعض الدرج بتاعي او انتر بوينت زيرو اربعة انتر وابتدي اختار افيست من ده افيست من ده افيست من ده واختي من ده على بعض ده 4 سنتي للداخل عشان انا اطالع في هذا الاتجاه افيست من ده افيست من ده امر ا150 ابتدي اشيل ده معدة اشيل الزوائد ده معدة ده مع ده. ثم بعد ذلك ابتدي اختار الخطوط بتاعت دي. بتاعت الايمة. كلها كده. اختارها كده. وابتدي احطها في اللير الخاصة بالداش. بهذه الطريقة. عايز اخليها مقط مقط ام اي انتر اختار الخط ده وابتدي اختار ده واختار ده عشان يبقى شبهه بالزبط. هذه الطريقة. ممتاز جدا. كده انا رسمت السلم بطريقة سليمة. بعد كده انا عايز ابتدي ارسم اتجاه الصعود بتاع السلم. فبالتالي انا بصعد ازاي? بصعد من جزء ده لحد ما اوصل لباب المدخل. يبقى بالتالي حرسم الخط كده. هرسم خط كده بهذه الطريقة. تمام? وارسم جنب الخط ده. خط تاني كده. واخذ من ده ميرور. يبقى ده بيمثل معايا بداية الصعود. الجزء اللي انا عملت ده بيمثل معايا بداية صعود السلم. طيب نهاية صعود السلم بمثلها بسهم. بهذه الطريقة. يبقى كده انا افهم من الشكل ده ان انا صاعد في هذا الابتجاه. لو العكس يبقى السهم هيبقى تحت والدي له يبقى بو. تمام? تمام. يفضل طبعا انت الحاجات دي تحطها في لوحدها. طبعا احنا عشان بنصل الفكرة بس مش هنحطها في تمام? تمام. ثم بعد ذلك هعمل ايه? المفروض ان انا برقم الدرج بتاعي. يبقى بعمل دايرة وبحط فيها رقم ان الدرجة واحد. اللي بعدها اثنين. اللي بعدها ثلاثة اللي بعدها اربعة. هعمل الكلام ده ازاي? هخش على في الاول. واعمل جديد. وسميها دائرة السلم. بالنسبة لنا. تمام? وديها لون. وليكن لون الاصفر. اوكي. هبتدي افعلها ضبل كليك عليها. واطلع من هذا المربع. وابتدي ارسم دايرة. وليكن بهذا الشكل. يفضل ان الحاجة ده تبقى على جنب. بهذا الشكل. تمام? بعد كده بتدي اخد كوبي من هذه الدايرة. بدي دايرة رقم واحد او درجة واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. انا كده رسمت الدرج بتاعي. فاضل ان ارقم الدرج. فعمل ايه? عشان ارقمه? تي اي اكس تي انتر. وابتدي اسحب كده خط بهذه الطريقة. ضغط كليك. قتب دا رقم واحد. ثم انتر. كليك برة. كده انا وابتدي اترسم معنا عقوس. ابتدي اعمل له روتيت. بهذه الطريقة. حالية ان اسكيله كبير. ابتدي اعمل له اسكيل. اضغط وعمل له اسكيل. اصغر شوية الخط دا الرقم دا. ثم اعمل له موف داخل الدايرة. بهذه الطريقة. يبقى دا دايرة رقم واحد. عايز اعمل باقي الارقام. اخد كبه من ده وحطه في الدايرة. بهذه الطريقة. وابتدي اعدل دا رقم واحد. دي رقم اتنين. كله سهولة. دي كده رقم ثلاثة. دي كده رقم اربعة. يا رب بتكل امور سهلة معكم. بيبقى كده احنا رسلنا السلم بكل مكوناته بطريقة صحيحة. الدرج نفسه والدقش بتاعه. واتجاه الصعود والترقيم بتاع الدرج. دي كده. كل اللي احنا عايزين نقوله في المحاضرة بتاعتنا النهاردة. تقعد تكون سهلة لكن هي المفروض ان هي فيها بعض الحاجات اللازمة تكون مفهومة. يعني ان في يعني اي ما يعني نايمة وامسلهم ازاي في المسقط الافق. يا رب تكون المحاضرة سهلة وبسيطة عليكم. ومفهومة بالنسبة لكم. مستني منكم استفساراتكم في على الفيديو في التعليقات. اشكركم الى ان نلتقي في محاضرة اخر على خير بازن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.